هنرجع مرة تانية ونتكلم على العمالقة الذين أثروا في الفن المصري واليوم تأثير كبير رغم أنهم رحلوا مؤخراً تم وضع اسم كوكب الشرق أم كلثوم الاسم العربي الوحيد ضمن قائمة مجلة رولينغ ستون العام وضمن أهم 200 مطرب عالمي وتفوقت فيها على العديد من المطربين العالميين ممكن على مايكل جاكسون وريحانة وغيرهم من الأسماء الكثيرة العالمية أنت لك علاقة خاصة طبعاً باسم أم كلثوم بما أنك قدمت سيرة زيتية لكوكب الشرق لماذا يظل هذا السحر التأثيري من الرواد وعمالقة الفن القديم على العالم بأجمعه أولاً أم كلثوم موهبة خلقت في فترة ما كان معاها مواهب عظيمة أخرى بجوارها يعني كلاماً لحناً موسيقى سميعة حتى السميعة كانت عندهم موهبة السمع يعني موهبة التزوق فكانت المرحلة كلها مرحلة طفرة ثقافية في كل حاجات في الكلمة في اللحنة في ال وصلنا لأعلى قمة فأم كلثوم كمان قرست كل حياتها يعني ربنا ادها موهبة مش فقط في حنغرتها ربنا ادها موهبة أكتر في زكاءها البشر فكانت بتعرف إزاي تحول المعاناة للقصيدة وإحنا قدمنا الحاجات دي كلها في مسلسل أم كلثوم طبعاً أستاذ محفوظ عبد الرحمن رحمة الله عليه مدام إنعام محمد علي ربنا ديالصحة أستاذ عمار الشريعي رحمة الله علي موسيقار العظيم يعني قصد قولك كذلك المسلسل يعني أنا بكلمك عنها المسلسل اللي أنا عملته يعني كذلك المسلسل في اللحظة دي كان فيه كل العمالقة اللي كان كله عايز يقدم فقط حاجة لمصر ومكلثوم لما جيت عملها الراحل المخرج الأستاذ إثمانيان عبد الحافظ كنت أنا ساعت أبعمل مع مسلسل قلت له أنا عاوزة أنا أترد عليها مكلثوم أنا أعمل إزاي مكلثوم دي خفتي ترعبت مش خفت أنا لإني أنا ما كنت ساعتها خالص أنفع مكلثوم أنا كنت برقصه بغني وبتنطط وبهزره مش بتقل السيدة مكلثوم أنا لما نزل بس خبر أن أنا هعمله مكلثوم حصل صمت في الصحافة المصرية والعربية كله سكت قال مسلسل رحف ده يا خلاص يعني لإني أنا لا شبه ولا خالص يعني بس كانت هنا بقى كانت تعاين سيدة إن عام محمد علي ممكن تكون ساقبة في جزء ما يعني فلما سألت الأستاذ إسمان عبد الحافظ قلت له أنا ما أعرض عليها مكلثوم إيه مكلثوم؟ تتخيالي لخص لي مكلثوم في إيه؟ قال لي مكلثوم حبيها زي ما بتحبي مصر رمز مصر قال لي مكلثوم مصر فأنت بالنسبة لك وإنت بتعملي مكلثوم تتعملي عمل وطني صح بجد فمكلثوم نفسها بقى لما عملت الحرب السبع وستين لما لمت تبرعات كانت مكلثوم حد وطني حد بيحب مصر قوي حد بقى كمان ملم بالوطن العربي عندها القومية العربية فلما مكلثوم يعني تخلق في فنها أو تقدم في رسالتها وتحس إنها رسالة كبيرة جدا نها بتقدمها عشان كل الوطن العربي عشان تونس والمغرب والجزائر شمال أفريقيا الخليج العربي السودان لبناء كل كل شام وكان ليها الفضة على العديد من الدول العربية حتى في الوطن الشام تحس إن كانت حظنا ده بصدخة فهم بجد فالماسألة كانت عندهم مكلثوم وطنية عشان كده مكلثوم بقى دلوقتي بتعد من أعظم ما جاء في تاريخ الغناء أو في تاريخ الفن العالمي يعني ترجمة نانسي قنقر